أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نمتدي بالنادي الأهلي وكلامنا عن مباراة الأمس بالتحديد أمام المقاولون العرب في بطولة كاسر ربط وفي الحقيقة الواحد مبسوط جدا 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 بالأهلي بالشباب اللي كانوا موجودين وهم من الشباب وهم بصراحة رجالة بعد الأداء اللي ظهروا عليه في التلات مباريات في بطولة كاسر ربط حتى الآن انت بتطمن بشكل كبير قوي على مستقبل النادي الأهلي عناصر كتير جدا في مختلف الخطوط عناصر مميزة وحاجة زي كده بتدل على إيه بتدل على إن الشغل في الأهلي ماشي بشكل كويس في قطاع الناشئين إن انت الفريق اللي اخترته من قطاع الناشئين إنه هو يلعب معاك في كاسر ربطة مع فرق هي درجة أولى الدرجة الأولى أو فرق الفيرس تيم لكل الفريق سواء الجونا بتلعبهم فيرس تيم الإسماعيلي فريق كبير جدا بتلعبه وهو فيرس تيم كذلك مباراة المباراة المقاولين فرقة كاملة كلها فان الشباب دول يظهروا بالمظهر ده وبالروح دي وبالحماس دي وبالمسئولية كبيرة جدا جدا اللي هما كانوا بيلعبوا من خلالها في مباراة المباراة المباراة فانت لازم تتطمن على مستقبل الأهلي بصراحة لأن عندنا في مختلف الخطوط لعيبة مميزة جدا تقدر إن هي تلبس تي شرت النادي الأهلي في المستقبل بإذن الله تعالى وزي ما شفنا مسلماني كده مباراة اتكلم على إن بالتحديد الجزئية دي اللي عايز أتكلم عليها يعني على إن هو اختار عدد من العناصر اللي حيحاول يعتمد عليها في الفترة اللي جاية من كطاع النشئين أو من الشباب اللي اللي عمي فأنا مش عايز أمس حد يعني لكن شوف الجملة في الجن ده حلوة قوي فاخري عملها حلو المحمد أشرف باكليفت محترم قوي 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 لزياد طريق اللعيب المميز المهاري اللي ينقصه القوة بس القوة البدنية وأعتقد هو ليس صغير هيشتغل أكيد عليها بشكل كبير لكن الولد ده لو عنده قوة بدنية بشكل كويس وقوة جثمانية مميزة هنكسب العيب جمد قوي 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 يعني بخلاف خط الدفاع بخلاف مصطفى شبير في إحراسة المرمة كل الخطوط الولد الشرقية ده لعيب كويس قوي شرقية ده شوفناه مبارح في خط الدفاع مغربي مغربي كان ممتاز جدا برضو من اللعبة الواحد متفائل بيها جدا المهاجم النسل اسمه محمد ياسر أعتقد مهاجم كويس قوي مهاجم بجثمان مميز بطول حلو بيقف عالقورة بشكل كويس بسكة كبيرة قوي قوي فلازم نبسط بصراحة بخلاف بقى عمار حمدي قبل كل دول لأن عمار يعتبر من لعبة الفريق الأول إيه الحماس ده إيه الروح ده عمار تحس إنه هو شرط القيادة لايقى عليه بصراحة عارف كويس قوي قوي المسئولية اللي ملقاة عليه يعني في الملعب مهارات إيه قا ضيع ضرب الجزاء مش عطى بشكل سيء قوي بصراحة لكن بخلاف ضربة الجزاء عمل مطش كبير وساهم في الجنل اللي تلغى وهو فعلا طبيعي أنه يتلغي لأنها جد في إيد محمد ياسر لكن في المجمل مبسوطين ومتطمنين بشكل كبير قوي على مستقبل النادي الأهلي عجبني قوي كمان أحمد أشرف اللي في نص الملعب اللي نزل مكان محمد محمود مبارح لعيب كرته حلوة بساطة وكويسة رجله الشمالة ومشاء الله أشول وأنا كنت اتفرجت عليه في قطاع الناشئين كذا مرة بصراحة الولد ده حيكون ليه مستقبل كبير جدا مع نادي الأهلي صبع طالته شوية في القطاع في بعض المباريات أو بعض الفترات لكن حيبه مكسب كبير في خط وسط النادي الأهلي نتمنى له أيضا كل التوفيق اللعيبة كلهم ممتازين بصراحة مبارح ولازم نوجه لهم كل التحية والتفضيل والشكر على الأداء المميز والروح العالية اللي شفناهم عليها وجرأة كبيرة جدا من مسماني وكنت منتظر مبارح بعد أن ماتش بصراحة أنه بعد ما الأهلي تعادل مع المقولين وإجمالي تلت مطشاط الأهلي مخسرش تعادل بس بالشباب كنت منتظر أسمع بعض الأصوات اللي تقولك لازم مسماني يمشي يعني في الجانب الفني تحديدا فكذا تبقى حاجة غريبة أو مش غريبة احنا تعودنا عليها الفترة اللي فاتت يعني أي إخفاق للأهلي بقى سواء بقى ظروف طبيعية أو مش طبيعية أي حاجة هو الهدف الرئيسي إيه تركيز كله على مين نسماني ده يمشي ده ما ينفعش يوعد هو بس بيكسب بس ينفعش يوعد ما عرفش إزاي فعادي تعودنا على الكلام ده بشكل كبير ومش على العلق